اشتركوا في القناة بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من ينضم إلينا ويحضر هذه المحاضرة والجلسات إن شاء الله رح يكون في جلسات متتالية وكلها ضمت سلسل معين إن شاء الله عاملينها بحيث إنه بإذن الله تعالى رح تساعدنا نكون من أهل الاستعداد إذا كنا من أهل الاستعداد إن شاء الله كنا بإذن الله تعالى من أهل الاستقبال ما بين الاستقبال وما بين الاستعداد يأتي شهر رمضان نسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان بلغة الخير وأن يسلمنا رمضان وأن يتسلمه منا على خير يا رب العالمين وطبعا ما ننسى أحبتنا اللي فارقونا وما ننسى أيضا أحبتنا في فلسطين أيضا وكل الشهداء نسأل الله تعالى أن يتغمد أرواحهم بواسع رحمته ومغفرته يا رب العالمين وأن يرفع الغمة عن الأمة يا رب وأن يجعل فتحه فتحا قريبا مؤزرا والسودان لا شك والسودان وسائر بلاد المسلمين وسوريا وليبيا كلهم على حد سواء نسأل الله تعالى لهم الفتح والخير والبركة فخلونا كده ندخل على بركة الله أفرأيتم ما تحرثون وكالعادة دائما أنا ما أحب أن تكون المحاضرة كلها عبارة عن كلام في سؤال كده للتفكر بينكم وبين أنفسكم خلونا كده نتفكر ما هو المطلوب مننا في هذا السؤال لو أنك تشبه هذه الأرض شافين هذه الأرض فيها بقايا من نباتات قديمة وبقايا من ملوثات وهناك بعض الأعشاب تنبت داخل هذه الأرض ولكن السؤال هو لو كنت أنت أو كان قلبك كهذه الأرض في طريقتين تقدر من خلالهم أنك تطهر بها هذه الأرض وتهيئها ما هما كيف ممكن تطهر هذه الأرض لو أنا عندي هذه الأرض الآن أريد أطهرها وأريد أهيئها للزراعة مرة ثانية نزيل الأوساخ الإزالة أو الحرق كلها نفس المضمون نزيل ما فيها الاهتمام فيها لا أنا أتكلم عن الأرض أنا أضفها نزيل الأوساخ ثم نحرثها نسقيها إعادة تأهيل الأرض كيف أعيد تأهيل الأرض هناك أمرين لازم أسويهم حتى أعيد تأهيل الأرض أعمل سياج إلها ما علاقة السياج في تهيئتها الحراثة تسميد تسميد التربة طب ممكن تكون التربة أصلا صالحة للزراعة إيش الشيئين اللي بيخليوا هذه الأرض مهيئة أول شيء تنظيفها من كل الشوائب والأوساخ ممتاز سقيها نشيل أول شيء الأشجار اللي طايحة تمام بعد ذلك في شيء ثاني أسقيها حرثها وسقيها وزراعتها قلنا تهيئة تهيئة أنا أريد أهيئ هذه الأرض متابعتها من جميع الجوالد كيف يعني انتقاء الأشجار ما إلها علاقة أنا حاجة أريد أهيئها مكان عندي فلنفرض أنه عندي مكان عندي مكان تمام وهذا المكان غير مهيئ بغي أهيئه بغي أستقبل في ضيوف تنظيفة رقم واحد قلتو التنظيف رقم اثنين ما زلنا في رقم اثنين ما حدقاب رقم واحد قاوبتو أعتني فيها الاعتناء يأتي بعد ذلك لكن البداية البداية التهيئة ترتيبها رمي البذور لا لا ما نخططها ولا سقي الماء هذه كلها أعمال لكن التهيئة تقوم على أمرين تجميل المكان لا ولا نعمل سور ها أقول أقول الإجابة ما هو حرث الحرث تعتمد على عملتين التهيئة التهيئة نفسها التهيئة نفسها تعتمد على شيئين وعلى فكرة هذول الشيئين الله سبحانه وتعالى أقره ما لنا في القرآن الكريم للعلم وعلى فكرة مثل ما تهيئ الأرض تهيئ قلبك مثل ما تهيئ القلب تهيئ الأرض أيضا يتهيئ قلبك يعني فيه أمرين لازم أعملهم كل هذه الأشياء التي قلتها هذه أشياء ما بعد التطهير أو التهيئة حكتين لا مش تعقيم رقم واحد قلت تنظيف رقم واحد قلت تنظيف رقم اثنين التوقف عن إلقاء القاذورات التوقف تقنب إلقاء القاذورات يعني أنا عشان أهيئ الأرض أهيئ الأرض ينفع أنظفها وبعدين أرجع عقف فيها الزبالة مرة ثانية ينفع إذن أمرين أول شيء اقتناب وضع الملوثات مرة ثانية وفي نفس الوقت أطهرها يعني أنا عشان أنظفها عشان أنظفها لابد أول شيء أنه أنا أزيل هذه الأشياء الشيء الآخر أتوقف عشان ما تتكرر عندي المشكلة التهيئة تعتمد على شيئين الاقتناب والتطهير اقتناب وتطهير أي تهيئة لذلك إذا أنت تبي تهيئ قلبك ما ينفع تقول وحدة أنا أستغفر 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 بس في نفس الوقت تعمل نفس الأخطاء هل ينفع؟ إذن أين ذهبت التهيئة هنا؟ معناته كأني إيش أسوي أنا أنظف وارقع مرة ثانية إيش أسوي ألوثها أنظف وارقع ألوثها تهيئة القلب لابد أن تتم بعمليتين إنه أنا أول شيء أنظف هذا القلب الشيء الثاني أتوقف أي أقتنب عن إنه أنا ألقي فيها القابرات مرة ثانية عشان أخلني الأرض مهيئة لذلك وحدة تقول لش أنا أتهيئ بالعبادات في ناس تتهيئ بالعبادات ما شاء الله عليهم في ناس تكثر من الصيام في هذا الشهر والشهر اللي بعده شهر شعبان وفي ناس أيضا تكثر من الصلوات والنوافل وغيره طيب قيد لكن في المقابل أنت الطهري لكن في المقابل في شيء آخر أنت قال ستسويه ما من تبهت له وهو أنه أنت في أعمال لا تتوقفي عنها لذلك عشان يكون قلبي سليم حتى نأتي إلى الله تعالى بقلوب سليمة لا بد من أمرين والله تعالى تكلم عن ذا الشيء في التقوى وقال التقوى مرتبط بالاكتناب ومرتبط بالتطهير اكتناب الشيء يعني أتوقف عن فعل شيء معين أما التطهير قائم على أنه أنا أنظف فعملين فما ينفع أنت تكون واحد يعني بمعنى صح تكون تعمل أعمال صالحة لكن في المقابل عندك أعمال فأنت إيش قال ستسوي قال ستخرب مثل واحد يشيل قشر الموز ويرمي مرة ثانية قشر الموز يشيل قشر الموز ويرمي مرة ثانية قشر الموز بالله عليكم إذن كيف يستعد وفي ناس على فكرة فعلا تستعد لرمضان بالإكثار من الأعمال الصالحة لكنها ما قالسة أيضا تتوقف عن الأعمال السيئة وفي نظرهم أنه كثرة الأشياء والأعمال الصالحة اللي يعملوها راح تقزي هي راح تقزي أكيد لكنها ما راح تكون بقوة أنه أنا أتوقف وأكتنب طب إيش الأشياء اللي لازم أكتنبها عشان قلبي يكون جاهز وهذا اللي راح نتكلم عنه أفرأيتم ما تحرثون إحنا ما نريد نكون أولئك المحرومون لأنه لو جيتوا تتأملوا في الآيات في سورة الواقعة أن هناك من حرث بشكل خاطئ وبالتالي ما له ها إنا لمغرومون بل نحن محرومون عاشوا الحرمان ليش لأنهم سويوا مثل ما أنت قلتوا نظفوا لكنهم لم يتوقفوا عن الاستمرار في الخطأ فعملوا بقانب ولم ينتهوا عن قانب آخر فهم محرومون ولذلك ما حصدوا شي خطر ولم يحصلوا على شي هل نبغى نكون ممن يتعب 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 في التهيئة وبعدين بعد رمضان نكون من الخاسرين حد يرغب بهذا الشي في حد منكم يرغب بذل طريقة يكون أبعلم طيب تعالوا نشوف كيف ممكن أنا ورح أعطيكم إن شاء الله تطبيقات وبإذن الله تعالى رح يكون فيه كتيب الكتيب رح يساعدكم إنكم بإذن الله تعالى تكونوا من أهل التطهير الله سبحانه وتعالى يحب الأعمال ما كان تماما ما كان أتمه وما كان أكمله لأن الله تعالى يتم لنا نعمته ولذلك لما نقبل على الله تعالى ما يستطيع أن نقبله بقانب وقانب لا الله يحب الأعمال الكاملة والكاملة لا يعني أنها توصل لأقصى درجة لا الكاملة يعني أتناول جميع قوانبها لما أقول لنا التقل الله تعالى إذن القوانب التقوى هي وقاية وتزود لباس وزاد لما أقول تقوى لما أقول تطهير إذن تنظيف واكتناب لما أقول تطهير اكتناب وتنظيف لما أقول تقوى إذن وقاية أو لباس وتزود عشان هنا أحماية وهنا إيش تقوية فما ينفع تسوي قانب وقانب لا ما ينفع تعمل حاجة وحاجة لا لا بد من أن يقول ليش لأن الله تعالى قعل كل شيء بميزان وحقيقة الميزان إنه دائما موجود فيها طرفين دائما فيها طرفين نشتغل عليهم طيب تعالوا نشوف كيف ممكن أو ماذا يحدث لو إننا حرسنا بشكل خاطئ إما نحصد فسادا أو إنه إحنا ما ينبط لنا شيء وببساطة أي حاجة تعملها خطأ تنبط لك خطأ ولذلك الناس اللي تقول أنا والله اشتغلت كثير وتعبت كثير بس ما حصل نتيقة ما حصل نتيقة في واقع الأمر هناك أمور أيضا موجودة في الداخل ما تصلحت صلحت عباداتها اللي هي القسدية التكاليف صلحتها بس أفكارها مشاعرها حديث نفسها لم يصلح ما اشتغلت عليه ما اشتغلت على ذا المستوى فلا بد من إنه أنا أتأكد إنه أنا عملت كل شيء صح لأن الخطأ ينبت خطأا أو بورا يعني حاجة بائرة ما منها فايدة وما أظن نريد نكون من الخاسرين بعد رمضان ما حد باغي يكون خسران ولا حد هنا مستعد للخسارة حد من الجماعة مستعد للخسارة أبدا لا نقبل أصلا 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 المؤمن دائما رابح المؤمن دائما رابح ما ممكن يقبل لنفسه أن يكون خاسر عمر ما يكون خاسر المؤمن إذا عرف كيف يعبد الله تعالى ويتقيه ما الذي نحرثه قبل رمضان شوفوا رمضان أرض زراعة يعني يفترض في رمضان نتعبد نزرع طيب قبل رمضان ما المفروض يكون قبل الزراعة ماذا يكون تهيئة وتطهير وبعد الزراعة يكون ماذا حصاد وبعد الزراعة يكون الحصاد إذا قبل رمضان طبعا رمضان أرض زراعة ولما أقول أرض زراعة معناته لازم تعمل فيها أعمال كثيرة من الخيرات بس ما ينفع تعمل أعمال كثيرة من الخيرات وقلبك ما زال في مشكلة لسانك ما زال في مشكلة معدتك ما زال فيها مشكلة كبدك ما زال في مشكلة عقلك إدراكك ما زال في مشكلة ما ممكن ما ممكن يضبط الموضوع لذلك لا بد من تهيئة قبل رمضان حتى أستطيع أن أزرع في رمضان وأعدكم لو كنا نعمل بالبرنامج بالأشياء اللي راح نعملها راح تلاحظوا أنه هناك فرق رمضان بالنسبة لكم راح يختلف تماما فقط اعملوا وفق الأذكار والأوراد اللي نحطها طبعا إحنا الورد اليومي عبارة عن جزء وأذكار هذه الأذكار لها فائدة على المستوى الروحي والنفسي بس التزم فيها بالعدد المطلوب وما زاد زاد الله له يعني إذا ألف وما فوق زين بس لا تحاول تنقصي قدر الإمكان أنه ما يكون عدد الأذكار أقل من ألف لماذا؟ لأن الألف تقريبا وانت تقرأيها تقريبا في حدود تأخذ منك نصف ساعة أو ربما ساعة كاملة وهذا هو المطلوب لطهارتي قلبك وكذلك حتى يعتاد اللسان لأنه اللسان هو المشكلة الشيء اللي أنا أبغى أطهره أكثر شيء لساني لساني هو المصيبة طيب بعد رمضان رح يحصل الحصاد بس لازم أفهم كيف أول شيء أحرث أرض قلبي بشكل صحيح شوف الله تعالى ماذا يقول لنا في الحرث لا تقم لا تقم فيه أبدا لمسجد لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين لاحظوا هنا التطهير هو المنهج الأساسي طيب التطهير قائم على ماذا؟ قائم على التنظيف وعلى الاكتناب وهذه الأثمين مو أسميهم أسميهم أعمال تقوى بباغي فعلا أنه هو يكون من أهل رمضان ومن أهل التقوى عليه أول شيء بالتنظيف والإجتناب لازم تتنب بهذا وهذه الأعمالين من أعمال التقوى ساعتها راح تكون جاهز كيف جاهز؟ لأني أكون حمية نفسي وزوت نفسي حمية نفسي وزوت نفسي هل ينفع أنه نقسم الذكر في كل وقت مئة ونهاية اليوم يكون ألف؟ بالطريقة التي تناسبك حبيبتي ما إشكالية؟ قومي بالذكر بالطريقة التي تناسبك طيب الآن التطهير ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى تطهير أو تنظيف واكتناب هذه نسميها أعمال تقوى وأعمال التقوى تخليك في وقاية كيف يعني في وقاية؟ يعني لما تجي في رمضان لما تجي في رمضان ما هتشعر بالتعب ولا هتشعر بالخمول ولا هتشعر بالثقل وفي نفس الوقت لا يدخلك وسواس تكون في حماية ولا تسول لك نفسك شراً أو سوءاً وفي نفس الوقت بتقوى على العبادة تكون جاهز للعبادة عندك قوة إلها ليش؟ لأنه انت هيئت الأرض فخلاص الأرض فيها حماية وفيها أيضاً تقوية وطبعاً هذه الأشياء تحتاج إلى سماد كما قلته تحتاج إلى أنه أنا أحرط الأرض وأقلبها أقددها أقدد وهذه الأشياء لا تكون إلا من خلال بعض الأعمال والأقوال والأفعال اللي بنتكلم عنها إن شاء الله هذه الآيات التي تدل على ذلك هذه الأشياء واستغفروا الله إن الله كان غفوراً رحيماً والله تعالى قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً تمام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراراً إذن إن تباغي باغي النتيجة الطيبة ابدأ بالتطهير ابدأ بالحراثة ثم الله تعالى قال لنا أيضاً عشان تكون من أهل الحصاد لا بد أن تكون من أهل التقو ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير يعني الله تعالى سيثيبك خير طبع إليك تتخيلي كمية الخير اللي ممكن تصير لو أنا بديت صح وما في داعي أنا أنتظر رمضان وبعدين أتعبد في رمضان وأجي أول أسبوع ما شاء الله علي وثاني أسبوع ما شيء كما يقولوا بالأعماني أتخنبق أتخنبق بالأعماني وكم من متخنبقين بعد أسبوع من رمضان صح ولا ما صح تشنقي عباسة المساقد تكون ممتلئة أول أسبوع صح وما صح المساقد تكون ما شاء الله ممتلئة أول أسبوع ثاني أسبوع تبدأ إيش والصفوف تقل ثالث أسبوع ماشا وقت يدوراً للحاف حال الدراعة فأصبح له وله يعني ما نفعل فلما أضيعه خلينا نكون قاهزين كذا للعبادة بالضبط وتو ما شاء الله مزيودين عشر يال كل واحد يعني تو ما شاء أزمة بنحاتي هم صغار مو نشتري لهم ما نشتري لهم إن شاء الله ذيك العشر يال فيها البركة فنخلص أمورنا قبل ولذلك هنا في ذي الفترة إحنا ما المطلوب مننا أن نحنا نكرف ما المطلوب مننا أن نحنا نكرف أو نتعب لا أنا هيئ ليش هيئ طبيعي أنا أريد أزرع زراعة طيبة وريد أزرع بذور طيبة ولذلك البذور الطيبة لا تزرع في أرض فاسدة وإلا حصدت فسادة الأرض الفاسدة إلا ما خرب عليك حتى لو أنت بغي تزرع زراعة طيبة إذا الأرض فاسدة ما ينفع يا إما أن البذرة ما تطلع أو إذا طلعت فيها مشاكل انذبت إذا طلعت فيها مشاكل طيب أشياء نحتاج نحرثها ونقددها في حياتنا وريد أقولكم ياه يمكن البعض يقول ليش يعني البيئة المحيطة ليش علاقاتي ليش أهمية ذا الشيء كلها هذه من أعمال التقوى اللي احنا نتكلم عنها والله سبحانه وتعالى لو قيتوا تبحثوا لو قيتوا تبحثوا في أعمال التقوى لو قدتم أن الله تعالى تكلم عن ذاتك وتكلم عن علاقاتك وتكلم عن محيطك وكلها كانت من أعمال التقوى سويوا كذا بحث أريدكم تسويوا بحث آيات التقوى ستجدوا آيات تتكلم عن نظافتك ونظافة محيطك ستتكلم أيضا عن أهمية علاقاتك وإحنا تكلمنا عنها في سورة الحجرات ستتكلم أيضاً الآيات تقوى عن ذاتك ستجد هذه الآيات موجودة بس تبحثوا سويوا كما يقولوا سيرتش بالعربي سووا بحث ذاتك يا جماعة ذاتك إيش محتاج؟ محتاج تنظف أفكارك محتاج تنظف مشاعرك أقوالك هذا اللسان لو استطعتم أن تقللوا الكلام يا محلى يا محلى لأنه يساعد على التطهير التوقف عن كثرة الكلام فيما لا يفيد والأفعال اللي ما تفيدني أيضاً ما يتعلق بجسدي اللي هو بدني علاقاتي بالله سبحانه وتعالى من حقوق وعبادات وتكاليف وعلاقتي بالآخرين كل هذا أيضاً مطالب أن أحرثها يعني أنا هذه أرضي فيها أربع قوانب أو فيها ثلاث قوانب سمعوا أن أرض السمبوسة في أرض كذا كذا يقول لك قاية على شكل سمبوسة قاية مثلت في ناس كيف تطيح لهم أرضهم سمبوسة حد طاحت له أرض سمبوسة لما طاحت له أرض من الحكومة أيوة هذا الأرض السمبوسة فيها ثلاثة ثلاثة ما يقوله هناك لا مش الكورنر الأرض قاية على شكل مثلث أرض قاية على شكل مثلث فيها ثلاثة رؤوس فيها ثلاثة قدران فيها ثلاثة زوايا فيها ثلاثة جهات فيها ثلاث جهات فيها ثلاث جهات الجهة الأولى ذاتنا الجهة الثانية علاقاتنا القيهة الثالثة البيئة المحيطة وأتكلم هنا عن البيت البيئة المحيطة عن البيت أو حتى المكان اللي تقلس فيه المكان اللي تقلس فيه ورح أتكلم عن كل نقطة من هذه النقاط كيف ممكن أنه أنا أحرثها طبعا مثل ما قلت لكم بيكون إن شاء الله في كتيب وهذا الكتيب بإذن الله تعالى رح يعينكم تعمله فيه تكة تشوفوا إيش الأشياء اللي أنتو مستمرين عليها خلال هذا الأسبوعين طبعا الأسبوعين رح يكونوا شوية في البداية سهلين بس بعدين بنكثر من الأعمال ونبدأ نعمل أعمال أخرى بإذن الله تعالى عشان كذا إحنا نسوي إنه خفيف في البداية بس بعدين يبدأ يشتد الموضوع تعالوا نشوف كيف أحرث ذاتي أفكاري أفكاري كيف أحرث أو أنظف أفكاري قلنا في أعمال اجتناب وأعمال تطهير أعمال اجتناب تقنب الأفكار السلبية وكل ما يذكرك بها وهنا أعطيكم قاعدة عشان ترتاح وتقنب الأفكار كل فكرة وهذه أقولها دائما أنتبهن ذي المعلومة جدا خطيرة وناس دافع فيها فلوس عشان تسمعها هذه المعلومة كل فكرة سلبية ليس لها دليل واقعي أو حقيقي هي وهم أو كذب كل فكرة ليس لها دليل حقيقي أو واقعي تشوفي بعينش إذن هي مالها كذبة إذن لا تستحق أن أفكر بها عشان كذا الناس اللي مقبلة على رمضان ما عليش تدرب نفسها إنه بلاش الأفكار السلبية ليش ليش قينا ليش قينا على الأفكار السلبية أنا أقولكم بساطة لأنه الإنسان إذا كان مخه مشغول بأفكار سلبية والله ما استطاع أن يقيم العبادات تثقل مثال مثال من ضمن الأفكار أنا ما إلي حظ أنا ما إلي حظ هذه فكرة أو زوجي ما منه فايدة الناس في العمل تكرهني الناس في العمل تراقبني طب كيف أتقنبها مثل ما قلت لكم القاعدة القاعدة اللي يفترض إنه إحنا نحطها في بالنا كل فكرة ليس لها دليل حقيقي هي كذبة إذن لا تستحق من وقتي يعني إيش معنى أول ما تقيني فكرة خلينا نقول على سبيل المثال بعطيكم مثال بسيط جدا جدا مثلا هذه هي الأم الأم التصلت بولدها وولدها إيش تأخر أو ما رد على التليفون مباشرة قالت حال نفسها أكيد صال له شيء هل في دليل إنه صال له شيء؟ هل في دليل إنه صال له شيء؟ هي مقرد إنه ما رد عليها هل في دليل؟ ما في دليل إذن هل يستحق الأمر إنه أنا أشغل بالي فيه؟ ما في دليل يقول إنه هو إذن لماذا أنشغل بشيء؟ ليس لي دليل فيه مقرد إحساس وإذن هو الإحساس ممكن يكون كاذب؟ ممكن يكون صادق إذن أنا ليش أفكر فيه وأنشغل فيه مدام أصلا بس مقرد إحساس إذن هو مقرد وهم ذلكم الشيطان بالضبط ذلكم الشيطان يخوفني على طول على طول يخوفني ولذلك أتوقف ما أنشغل فيها فلذلك أي فكرة أتوقف كيف يعني أتوقف؟ على طول مباشرة أتعوذ من الشيطان وحنا تقول لي كيف أوقفها؟ أول ما تقيني فكرة ما دمت لم أرى لها دليل ما شفت دليل ما شفت دليل مقرد إحساس قالي مثل ما قلته مقرد إحساس أقول أعوذ بالله من شر ها الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس مباشرة أتعوذ وارتاح وأنطلق إلى عمل شسمه وأنطلق حبيبتي السومة ترى هو أنا أقول شيئها ببساطة هي أنماط التفكير ليس يعني مش أننا ورثناها ولكنه هي نسميها أنماط التفكير غير مفيدة أو مدمرة أو كارفية ليش؟ لأنه إحنا اعتدنا مش أننا ورثناها ولكنه ما معناته أنه اعتدنا عليها معناته أنه أنا خلاص لأني اعتدت عليها وإنما أحاول دائماً أقلل أثرها عليه طب واحدة تقول ليش قايبة للأفكار وإيش علاقتها في الاستعداد لرمضان أنا أريد أقبل على رمضان بقلب خاشع بتفكير وإدراك واعي وخشوع وهذا الشيء ما يتحقق وعقلش مشغول يعني ما في وحدة هتقبل على عبادة بتستمتع بها وعقلها فيه ستمائة فكرة ها مقمعتنه من زمن سكتو تعفو زمن سكتو مقمعتنه من يوم صاير عندها موقف وهي ذيك الفكرة تعيد وتزيد فيها تعيد وتزيد فيها تعيد وتزيد فيها تقل صلي تطلع لها في الصلاة تقولها ها 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 أنا قيت لا تعرف تصلي لا تعرف تتعبد لا تعرف تسوي شيء من يوم ده رحبه قلت الله يرحم أقدادنا يا رب من يوم زمان وهي تعيد نفس الفكرة طب الفكرة هذه تطلع لش بعدها تقول لش أستاذ الأفكار تيجي في الصلاة ما لازم تيجي في الصلاة ما لازم تيجي في الصلاة ليش لأنه أنا أغذيها كل يوم ما هي هتقين في وقت السكون يزيد بها في وقت السكون لكن لو أنا شوفوا 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 كيف شوفوا العبد الذي يشغل نفسه بالتدبر وسألوا أهل التدبر ما زل تقول أهل التدبر لأنه أهل التدبر ما عندهم وقت حتى لو كانت تجيهم بالأفكار بس لأن عقلهم اعتاد على التدبر عقلهم في الصلاة لا يفكر إلا بالتدبر ما تجي فكرة منه ومناك لذلك من تطبيقات التطهير تدبر إحنا رسلنا هذا الأسبوع تدبر صورة الفاتحة وعندكم الأسبوع كامل لتدبر صورة الفاتحة أنشغل بها وحدة تقول لي تدبر صورة يكفي يوم وحده من قال من قالي كفيش تدبر آية يوم وحده هتكوني ظلمتي نفسش معناته أنت فاهمة الشيء بشكل إيش بشكل كما يقولوا إيش خاطئ ليش لأنه أصلا الآيات لها بوابات من الخير بوابات من الخير ولذلك خلونا مرة ثانية أعيد القاعدة للأخت كل فكرة ليس لها دليل حقيقي إذن هي وهم ولا تستحق من وقتي شيئا أجتنبها أتوقف عنها أتعوذ من إبليس وأنطلق إلى عملي طيب كيف أخلي عقلي شغال صح كيف أخلي عقلي شغال صح إنه أنا أشغله بالتدبر أشغله بالتدبر بالتفكر في التأمل يا أخي الصباح أفتح كذا ها الدريشة دريشة غرفتي أفتحها أتأمل ذيك النخلة والذيك الشجرة والذلك الطير الذي يزقزق خلف نافذتي أتأمل أتأمل في نفسي إذا غرفتي ما فيها دريشة أتأمل في نفسي سبحان الله إذن الأمر هنا كيف أنا إذا شغلت بالتفكر معناته عقلي حولت تفكيره بدل ما يكون بدل ما يكون عقلي لا في سار أخليه لف يمين وبالتالي أعود عقلي على التفكير الصحيح لأنه أصلا التفكير تفكير الأفكار السلبية هذا للأسف هدام يهدمني ويهد قوتي كذا أنا أقول للنساء التي تعيش علاقات سامة أو التي تعيش في ظروف خلينا نقول سيئة فلتشغل نفسها بالقرآن أشغلي نفسك بالقرآن لا لا حبيبتي لا أسأل نفسي كيف خلقت وماذا خلقت أنا أريد إيش تسوي مثلا مثلا أعطيكم أنا أريدكم تتحرروا من قيود الأسئلة تحرروا من قيود الأسئلة أنا سابقا كنت أقولكم اسألوا اطرحوا الأسئلة ولكني أريدكم اليوم أن تخرجوا من قيود الأسئلة كيف يعني حبيباتي ما الأهل التدبر على سبيل المثال إيدي هذا يدي هذا يدي اليد أشوف عليها أشوف عليها فترة أتأمل 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 لفترة من التركيز أبدأ أشوف 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 هذا اليد لفترة زمنية ثم أبدأ أشوف وأبدأ إيش أخلي الأفكار وحدها تقيل أفكر في هذا اليد أفكر في هذا اليد وأقول سبحان الله تو أنا لو كانت يدي مثلا مثلا أربعة أصابر كيف أمسك بها كيف أمسك بها أو ليش الله تعالى سوالنا هذه السلاميات الخطوط بين الأصابر يعني خليكم خليكم كذا لا تقعلوا لا تقعلوا لا تقعلوا الفكرة السلبية تشغلكم بل عودوا عقلكم على التفكر بحيث أنه ينتبه على فكرة في ناس تقول ما أمر مكان ولا أذهب إلى مكان إلا إلا وأتأمل خلي عينك عين المصور تعرفوا المصورين اسألوا المصورين المصورين تعرفوا إيش يسوه دايما عينهم متأملة ولذلك أهل التصوير سعداء على فكرة الناس اللي تصور خاصة لتصور الطبيعة لتصور الطبيعة ولتصور الإنسان وتصور خلق الله تعالى هذه دائما عينها ما لها ترى ترى تتأمل تتأمل في خلق الله تعالى وليس فقط تتحسن الصورة وترتب الصورة لا تتأمل هكذا أنا أنقذ نفسي واللي عندها مشاكل سواء كان في العمل أو في أي مكان كان عندها مشاكل أنا أريدكم الصبح الصبح تبدأوا هذا التمرين بلاش الصبح أبدأ بقول الله يعين ذا الصبح أو تقولي الدعاء أصبحنا وأصبح المكل لا لكنه تقولي وانتي إيش منفوخة من الداخل يعني ويش يقولوا هناك دعاء وانتي تتقمقمي تتقم قيمة من الداخل فيه لا لا قولي أصبحنا وأصبح الملك لله وشوفي ملك الله تعالى حولك وأصبح الملك لله شوفي ملك ويصلح نعم نعم ما في بس إن شاء الله ما في بس طيب تعالوا نشوف مشاعري مشاعري كيف هيأها لرمضان على فكرة الناس اللي ممكن يكون عندهم أحداث حزينة فيه ناس عايشة في حزن فيه ناس عايشة في اكتئاب فيه ناس عايشة في خلينا نقول خوف فيه ناس عندها نوع من أنواع المشاعر عايشة معاها بشكل كثيف ولذلك الناس اللي تعيش هذه المشاعر سواء كنت تعيش مشاعر حزن سواء كنت تعيش مشاعر خلينا نقول خوف دائما أقول الصوت انقطع الصوت موجود الصوت موجود طيب موجود ممتاز طيب كيف أسوي هنا دائما أول ما تؤذيك المشاعر أو تعيش في هذا المشاعر مارسوا التنفس أو الاستغفار أو الامتنان يا أنك تتنفس تتنفس بهدوء أو أنك تستغفر تكثر الاستغفار صباحا أو أنك تمارس الامتنان إيش يعني الامتنان يعني احمد الله تعالى على نعم أنت قد لا تراها بسبب هذا الحزن يعني حاول تذكر كذا بعض النعم اللي الله تعالى أعطاك إياها سبيل المثال على سبيل المثال وحدة توفى لها ولدها قبل رمضان توفى هي حزينة تفكر فيه طب بدل ما تنشغلي بالحزن بدي شوفي الأشياء الموجودة والتي بقت لك والتي بقت لك أشياء موجودة غيرك حرم منها ليش لأن هذا كفيل أن ينقلك من الحزن إلى الرضا هذا كفيل أنه ينقلك من الحزن إلى الرضا طب ليش أنا مرن مشاعري مثل ما قلت لكم إلا واحد مهموم وحزين يقدر يتعبد طيب بعد شيء ثاني زاحموا زاحموا المشاعر الحزينة بالصلاة لكن فيه ناس ممكن تقولك أحس بثقل أثناء تادية الصلاة أحس بثقل لما أدي الصلاة وأنا حزينة أو ما أقدر أصلي رحمه الله حبيبتي وغفر له وأسكنه مساكن الجنان وجعله من أهل الفردوس يا رب العالمين ورحمه موتانا وموت المسلمين يا رب العالمين طيب الأقوال ماذا أفعل بالأقوال الأقوال مباشرة كل كلمة ما منها فايدة بلاش أثرثر بلاش أثرثر كلام ما منه فايدة عمال على بطال بس أتكلم بس أتكلم ومثل بعض الناس اللي إيش يصيروا حتى ما يشريهم ما يسولفوا ما يحشوا ما يتكلموا يشريهم إذن ماذا أفعل اجعل أغلب وقتك قراءة قرآن أو تسبيح أو ذكر وقف الكلمات أو قفها ما ينفع تقرأ قرآن وفي نفس الوقت لسانك صليط ها ما ينفع نتقنب نعم ما ينفع لسانك يكون صليط وفي نفس الوقت وحده يعني وحدها صبح صبح الله صابح قوموا ها الكلمات بتقولها الأمة هاته وهي معصبة الصباح تعبتوني تعبتون الله يصرف بليسكم تعبتون شوفوا لسان وإن كانت دعوة ما فيها شيء لكنه لسان الأصل أنه لا يكرر فيه ما أنتو أبوكم الله يريحني منكم الله يخلصني منكم وكلمات وكلمات ما منها فائدة بدل ما يكون اللسان يدعو ويدعي على ذاك الفقير مراقت وما داري بالدنيا وهم يدعي عليه لأنه وهي مجغولة وهي مجغولة يعني تقهز ومضغوطة طب ليش طب عمري وقتكي بذكر الله تعالى لسانش عوديه على الذكر عوديه على الذكر حتى لو مغمضبش حتى لو مغمضبش هو حتى لو هو هو السبب لا أقعله سببا يخليني أخسر من الصبح صابح نقشب الأصوات تعالى من الصباح ليش لا ولكن نقول إذا 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 أصبحنا فليكن لساننا لساننا يكون إيش لساننا يكون ذاكر شاكر أو نبدأ بالقرآن الكريم بالنسبة للبدن لا تؤخر الاغتسال وأيضا يدكم قبل وبعد الأكل الغسل الاغتسال والوضوء هذا جدا مهم أخواتي جدا مهم أنا سمعت أن البعض تخيلوا أنه يتوضى مرة واحدة في اليوم في بعض الناس تتوضى مرة واحدة أستغرب يعني سمعت أنه بعض الناس هو لا يجزي شيء أن الوضوء لكنه ما في بس يعني أنش أنت تتوضى حتى لو أنت في عذر شرعي ما أنه أتخسري شيء يقول لك ترى أنا ما سويت شيء في نظرهم أنه ما سوى شيء خلاص يروح يصلي يكفي أن يتوضى أنا غريبة مع أنه هو أصلا الوضوء تقديد في ناس وضوءها مرة واحدة تقول لك أنا ما لعيت حد أنت ما تدري سبحان الله يعني أنت ما روحت يعني أنا استغرب ما تروح دورة مياه ما تعمل الخفيفة والثقيلة يعني شيء عقيد بعض الناس وهذا ممكن أنتوا تستغرب وتقولوا معقولة أيوة معقولة معقولة في ناس في ناس أنا مرة في مكة المكرمة واحدة ما قلت عمرها نحن من صلاة صلاة روح نتوضى من صلاة صلاة روح نتوضى قبل ويا مكانها وشو توكل وشو تتكلم بالتلفون وشو وبعدها في النهاية يوم يؤذن الأذان قام تصلي بيا الناس منت الحلال قومي تغسلي مكانها ما شيء ما شيء في أفعال في أفعال طيب إذا تقديد الوضوء أحرص على أن تنام بوضوءك نام أنت متوضي نام أنت متوضي نام وأنت آخر ما تنطق به هو ذكر الله تعالى يعني قاند الشعور حبيبتي رحمة قاند الشعور إنه بغي أقلعها من مكانها لكن المشكلة ما كل الناس تتقبل هذا الأمر يعني ذا الشعور بس كان زمانا أنه بيمكنت في ذا الوقت ما يعني أتكلم ما لدرق نصفحة سبحان الله الله يهدينا وإياها طيب تطبيقات تقديد العلاقة مع الله تعالى تطبيقات لكن أجدد بها علاقتي مع الله تعالى أول شيء كن من الصادقين طيب كيف أكون من الصادقين كيف أكون من الصادقين كيف أكون من أهل الصدق كيف أكون من أهل الصدق ببساطة لا أشرك الشيطان في أي شيء أقوم به طيب كيف ما أشركه إحنا لما نقوم بأي عمل دائما تعود من الشيطان وسمي بالرحمن لما تقي تعمل أي عمل تدخل على صلاتك تدخلي مكان تبي تعمل غدأ تعوذي من الشيطان لماذا حتى لا يدخل الشيطان في كل عمل تعملينه تريدين به وجه الله تعالى ليش لأنه إذا دخل الشيطان أفسد ذلك العمل وإحنا ما نريد وإحنا ما نريد أيضا دعوا الله تعالى حاضرا في كل عمل لو أنت بس خليت الله تعالى حاضر لا الصدق ليس الإحسان الصدق ليس الإحسان الإحسان هنجع عليه إن شاء الله هنجي بالتفصيل عليه في واحدة من المحاضرات سنتكلم عن الإحسان الإحسان يعني المعية المعية إن الله مع المحسنين أي المعية وهنا الإحسان يأتي في أن تحسن الإختيار أن تحسن الإختيار يعني لما الله تعالى يعطيك خيارات تأخذ أحسنها وإذا اخترت خيارا منه تحسن العمل به والإحسان أمر واسع حبيبتي جمالة لكن إن شاء الله سنعرق عليه الصدق هو إنه أنا أي عمل أريده يكون خالصا لله تعالى وعشان يكون خالص لا هذا الشرائح لا رح نرسل ملف آخر قدول ما رسلنا احنا التدبر سورة الفاتحة كنا رسلينه في أوقات سابقة لكن بنعيد نرسل هذه الأشياء ما إشكالية الآن لا لا تشغلون بهذه الأشياء نزيل عشان الوقت حبيباتي لأنه تخطينا العبادات تقنبوا تأكلوا صلواتكم أو تأخروها تأقيل العبادات تقنبوا هذا الأمر تقنبوا ما حرم الله نعم صوري حبيبتي صوري صوري ما شئتي أهم شي يوم تقيت صوري تأكدين نصورتي ما طالع كذا وكذا ما طالع فك حلقي أيوة نطلع مرتبين الخلق يفزعوا يوم تقيت فتح تألفون شو تشوف الصورة بسم الله منذي أخاف على مشاعركم أنا بعدني أخاف على مشاعركم عن كذا وكذا الله يسعدكم يا رب الله يسعدكم اقضي دين الصيام والصلوات اقعل لك خلوات ولو مرة في الأسبوع في ناس في ناس تسأل تقول الخلوات يعني ينفع مرة في الأسبوع إيه ينفع أحملي لش كذا خلوة وخليها كل جمعة خليها كل جمعة من زين خلي لكي خلوة كل جمعة قبيل المغرب كل أسبوع خلي لكي إيش هذه الخلوة اعملي صالحا اخرقي صدقات بشكل يومي اعملي قائمة شكر يومية نفس الشيء اعبد الله تعالى من خلال أسمائه تدبري أسمائه تفكري في أسماء الله تعالى ترى مساحة العبادة الله تعالى واسع عليم الله تعالى واسع عليم ما تقولي مو أسوي من أعمال الخير يعني مو أسوي من أعمال الخير ما أعرف لا أتعرفي انت بس قولي يا رب دلني على عمل يرضيك وبتلقي الأعمال يعني أول ما تنهضي الصباح قولي هذا الدعاء ربنا دلنا على عمل يرضيك ويقربنا منك ويجعلنا في عبادك الصالحين أطلبوا أطلبوا من الله تعالى حتى هذا الأمر الصحابة كانوا يطلبون من الله تعالى كل شيء حتى إطلاحنا طيب نقدد علاقتنا مع الآخرين وهذه شوية يمكن البعض يقد فيها صعوبة البعض يقد فيها صعوبة أول شيء غض البصر غض اللسان وعض اللسان غض البصر وعض اللسان يعني عض علي لسانك بمعنى قبل ما تفتح فمك وتتكلم عض علي في مرة من المرات ذهبنا إلى أسرة من الأسر كنا صغار بعدنا فلما ذهبنا إلى هذه الأسرة لهم بعض العادات في إلقاء التحية وكانت هذه العادات يعني بالنسبة لنا مختلفة تماما فكانت تثير الضحك وإحنا بنات صغار وطبعا انضحكنا حتى انفقرنا تعرفوا يعني انفقرنا وإحنا ضيوف يعني إحنا ضيوف عند هؤلاء الناس يعني المفروض نكون مؤدبين لكن مو قول فينا ماشا عقل بك الفترة ماشا عقل الله يرحمنا برحمته لو ألقاهم ذلك الناس وتعذر لهم يا ريت عسى ربي يسر لي وروح أتعذر من الحركة اللي سويناها كنا مجموعة وبحكنا ضحك لي قلنا بس يعني لدرجة إنه بطني تعرفوا البطن من شدة الألم كيف يألمك وانت تضحك من قوة الضحك وبحكناه فوقوه الناس بطريقتهم في إلقاء التحية طبعا كان والدي يشير علينا إنه إنه عضوا على شفاهكم عشان مات سويا الموقف عضا على شفاهك فكان يشير علينا إنه عيب الموقف خطأ فعضوا على شفاهكم فصرنا يشا نسوي عشان عشان بس نمسك عشان نتألم نعضوا على الشفاه أقولكم يعني ما خبرك هذه الطريقة لأنه إذا خبرت معناته يعني تكون دخلت في الغيبة لكنه هي الفكرة إنه إحنا سوينا ذا الموقف والله يهدينا ويصلحنا ويغفرنا معمو فينا ذيك الفترة أقولكم ضحكنا إلا قلنا بس يعني شوي قاصر عن تشنقع في الأرض طيب غب البصر وعض اللسان عض اللسان بمعنى أنه لا تتكلم في أحد حاول قدر الإمكانك ما تتكلم في حد ولا عن أي حد قلل كلامك عن الآخرين حتى لو كان هذا الآخر ظلمني إلا من ظلم إلا من ظلم اللي ظلمنا يعني تكلم إذا كنت تريد حقا بس أما تتكلم عليه وتبدأ تتكلم عليه وتدخل في غيبته لا تسامح ما مضى وتوقف عن ذكره تقنب العلاقات غير صحية تقنبها قدر الإمكان تقنبها قدر الإمكان أرجع الحقوق قدر المستطاع قدر المستطاع وإذا وإذا ما عندك ضعنية لإرقاع الحقوق وأعمل قدول اعتذر أو اطلب المغفرة لمن أذيته أصلح ما أفسدته بينك وبين الآخرين صل أرحامك وبر موتاك هذه بعض الأفكار اللي ممكن تعيننا إنه إحنا نكون إيش في حالة حرث وتنظيف وتقديد علاقاتنا تقديد بيتنا الحين على البيت أول شي توقفوا من الآن من اليوم من اليوم توقفوا تشتروا أشياء ما تحتاجوها ما كلما طلعت موضة سحون موضة وعيان موضة مدرويش رح تتشتري السحن بقايا على شكل قمر وصول والدل اللي قايا على شكل معرف هلال ومعرف ذا الوعيان بقايا كدها ومدرويش ما يلو داعي بقايا تشتري خلصي أمورش أو إنش أنتي تشوفي الأشياء اللي هي متكسرة وتستبدليها لكنيش تروح تكدسي أشياء ما محتاجتنها وكل سنة تغيري للمدلا دلت الشاهي كل سنة تغيريها كل سنة تغيريها دلت شاهي كليوم طلعت موضة ولا دلت القهوة كل يوم موضة ولا الطاولات ولا معرف إيش وأشياء ما إلها معنى وتروح مشترية لا هذي فناتك رمضان خل عنيش فناتك رمضان رمضان ما باغي منيش فناتك ولا مناتك خليش إيش خليش كذا الأصل الأصل إيش ليه تاترب حمزين ليه تاترب ما باقيات من العام الماضي لازم كل سنة لازم كل سنة يعني ما باقيات من العام الماضي بلو يسراف ما إلو معنى أيضا تعودي على أن تجعل البيت في حالة نظافة اجعل البيت في حالة نظافة مستمرة خلي البيت كذا لما تدخليه ترتاح لذلك رتبي رتبي البيت من الآن وأول شيء تروح ترتبيه الآن بقولكم إياها على فكرة وراح يساعدكم بشكل كبير هذا الشيء بالذات هذا الشيء بالذات رح يساعدكم بشكل كبير روحا عند كبتات ملابس خزانة الملابس خزانة الملابس وهدفا كل الثياب من الملابس هدفا أن الكبت يعني طيحا الملابس كلها وأدخلي فقط ما تلبسيه واللي ما تلبسيه أنا أقول لش من الآن تبرعي به لا تقدسي لا تقدسي الملابس لا تقدسي أنا متأكدة في ملابس هناك بعدهم في كيسة هين ما ممسوسات من سنين وفي أشياء يعني وفي أشياء ما إلها معنى افعلوا هذا وشوفوا كيف حياتكم رح تفرق خففوا زحمة الأثاث في البيت خففوا زحمة الأثاث في البيت إذا في أشياء متكسرة من الأثاث شيلوها في أشياء متكسرة نظل مستخدمينها ليش خففوها غيري ديكور البيت وغيري ديكور البيت ثم ما معناته تروح تشتري شيء جديد غيري يعني بدل ما الطاولة هذا الصوب خليها الصوب الثاني التلفزيون قايد لقيها خليلقيها الثانية غيري ترتيب ليش ليش حتى ماذا حتى ترتاحي نفسيا هذا واحد يأثر وفيه جمعيات تستقبل وفيه جمعية سمها كسوة وهذه تشتري الملابس تقيل حتى باب بيتكم يعني حتى ما تتحركي تقيل حتى باب البيت وتشيل عنك الملابس وياما وياما فيه ما صعبة يعني والمهم أنه أنا أنه أنا هنا أترك الأشياء اللي ما لها فائدة تغيير الجيكور ما معنى تغيير الجيكور تروح تتكلفي وتكلفي على ذاك الفقير اللي يالله يالله يأكلكم تروح تقولي له مقيوا لنا نغير الجيكور حتى المواعين حتى الأشياء الزيادة اللي موجودة الزيادة اللي ما منها فائدة يا حبيباتي ابدأوا بترتيبها ليش؟ ما عندي رقمهم لكن اكتبي كذا حساب كسوة اكتبي حساب كسوة ورح تحصلي النعلان الألعاب اللي ما منها فائدة اللي ما تستخدم اللي ما تروكة من زمن خففوا اقعلوا روح البيوت خفيفة اقعلوا روح البيوت خفيفة ليش ستعينكم والله على العبادة المكان اللي ما في زحمة معين ضدا على العبادة يعين على العبادة هذا كان بالعكس لو تكتبيه بالعكس حبيبتي لانه منقلب كأنه ولا انتو بس كتبوا في جوجل كسوة بتحصلوا بتحصلوا حسابهم بتحصلوا كل شي لهم طبعا فرع ضن في السعودية وفي فرع في عمان ويقيمكم لحد البيت الله يعطيكم الصحة والعافية طيب هنا وصلنا إلى ختام كيف ممكن أنا أحرث أحرث إيش أحرث أرضي أحرث قلبي طبعا إن شاء الله بإذن الله تعالى سيرسل لكم أيضا ملف نحاول بإذن الله أن نرتب لكم هذه المادة عشان نرسلكم إياها أيضا حتى تكون معكم التسقير رح ينزل على بكرة إن شاء الله سبحانك الله بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك الله بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك الله بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أحبتي انتظروا بقية المحاضرات أن شاء الله في أشياء عميقة المحاضرة القادمة عن الذكر وفيها أسرار ونصيحה نصيحة قد تكون هذه المحاضرة جدا بسيطة المحاضرة القاية عن الذكر عميقة جدا لمن أراد قلبه أن يترطب ويستمتع بالذكر يحضر المحاضرة القادمة إن شاء الله لإثنين القادم متأكدة إنه لها أثر مثل ما هي أثرت في بعض الناس لها محاضرة التسبيح أو معجزات التسبيح درس الذكر إن شاء الله الإسبوع القادم مختلف 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 تماما نفس التوقيت إن شاء الله رح يكون ستة ونص رح يكون على الزوم بإذن الله أشوفكم على خير بإذن الله استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم المحاضرة مسجلة اللي حاب يحضر معنا طبعا له ذلك من رجال أو نساء حياكم الله ربي بارك فيكم استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبكم الله الذي أحببتني فيه الله يسعدكم يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسعدكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة